السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أعطينا رأيكم من يقصد هذه الأنصار اللي يقال لكم بيوسف يعني يدافع له ولده وقال لكم من ضابط سيريوس أعطيه كده هل يرد على أنصار شبيل القبائل اللي قال لكم ما هو من ضابط أم يرد على ربما كل الجزائريين لما لعب عام الفارط مع مولود الجزائر والشي اللي كان يديره وكان الأنصار غير راضين على ما يفعله بليلي نتمنى أنه يكون من ضابط كما قال بابا هو يدافع عن ولده وهو مناجرته أو بعده هو مناجرته يوسف بليلي يلا لكم التعليق فيما قاله الأب لعلى ابنه بليلي تعين الحكم بن يحيى لإدارة لقاء اتحاد بسكرا وشبيب القبائل وانا أمامكم المساعدون المساعد الأول هو الهواري المساعد الثاني حاج يحيى الحكم الرابع أبرير واللقاء يلعب دون تقنية الفار كل اللقاءاته مش غير شبيب القبائل اللي يعلق غير لك كيف هاللقاءاته بسكرا كامل لعبوا بالفار وهذا اللقاء يعني محبوش ديل الفار ولكن رأي كل اللقاءاتها اللقاءات جولة سابعة من رابط المسارف الأولى موبيليس لن تكون معنية بتقنية الفار التلفزيون الجزائري سيقوم بتوفير كل الحافلات الرقمية التي تعتمد تقنية HD لنقل احتفالات ذكرى اندلاع الثورة الحريرية يوم 1 نوفمبر لهذا الآن لم يتم الكشف عن برنامج نقل مباريات وبنسبة كبيرة سيتم نقل لقاء واحد أو لقائين على أكثر من أصل 6 مباريات لقاء اتحاد بسكرا وشبيب القبائل دون جمهور ولن يتم نقله على التلفزيون بنسبة كبيرة قلنا في فيديوات لا أفأ فأعتقد لكم فيديوات قلنا لكم باللقاء راهوا لن يتم نقله على التلفزيون بنسبة كبيرة التلفزيون الجزائري يساري نقل مباراة النادي الرياضي القسنطيني ومولودية وهران والتي يعتبرها قمة الجولة كل هذه الأخبار راهي متدولة لايك الفيديو وابوني في القناة وتركوا نتاليك خاصة ما قاله والد بليلي على أولده وانضباطه في الميادين السلام خوتي